انطلقت في الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس واختار الناخبون الأمريكيون في هذه الانتخابات جميع أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ بالإضافة إلى حكام 36 ولاية تشكل انتخابات التجديد النصفي اختبارا للحزبين الجمهوري والديمقراطي مع تفاوت فرص الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ وانتخابات حكام الولايات وكان قد شارك أكثر من 31 مليون ناخب أمريكي في الاقتراع المبكر الذي يسبق يوم الاقتراع في الانتخابات النصفية وذلك بزيادة انتصل إلى 19 مليون ناخب مقارنة بآخر انتخابات نصفية قبل أربعة عوام ولمزيد من التفاصيل حول سير عمليات التصويت وكيف ستنعكس نتائجها على القضايا العربية والتطورات المتلاحقة في الشرق الأوسط ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الزميل عمرو حسين إليك عمرو ومعك ختام المسائية بالتوفيق شكرا جزيلا لك محمد دحو على هذا التقديم وفي الواقع أنت سردت الأرقام فيما يتعلق بالمشهد الانتخابي في الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي هذه الأرقام تعكس الأهمية الرقمية فيما يبدو لهذه الانتخابات لكن هذه الانتخابات أيضا لها أهمية معنوية كبيرة جدا هذه الانتخابات توصف بأنها انتخابات على هوية الولايات المتحدة الأمريكية هذا الوصف اتبعه الكثيرون منهم الواشنطن بوست في افتتاحية قبل بضعة أيام هذه الانتخابات تعكس بشكل كبير مدى القرار الأمريكي للهوية التي ستحدد أو سيتحدد ملامحها من قبل انتخابات على الكونغرس لكنها في ذات الوقت تعكس مدى الرضا الجماهيري عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عامين من توليه لهذا المنصب انتخابات وصفت بأنها الأكثر انفاقا في التاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بميزارية تتجاوزت الخمسة مليارات دولار حتى هذه اللحظة انتخابات تتجاوز فيها معدلات التصويت المبكر الثلاثين مليون وهذا الرقم يتعدى بكثير جدا انتخابات 2014 كل هذه المشاهد تتعلق بانتخابات أمريكية لها انعكاسات إقليمية ودولية لكن ماذا عن هذه الانعكاسات التي تخص الشأن المسلم سواء في الدول الإسلامية أو سواء في الداخل الأمريكي كل هذا وأكثر مع سيد نهاد عوض رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير أهلا وسهلا بك سيد نهاد أهلا بك شكرا لعوداتك مجددا إلى شاشة الجزيرة مباشرة ولنبدأ بداية بما هو قبل هذه الانتخابات ما قبل هذه الانتخابات كان هناك الكثير من الأسماء المسلمة الأمريكية المطروحة لشغل عدة مناصب سواء في الكونغرس أو حتى في المجالس المحلية لو تطلعنا أكثر على أهمية هذه الأرقام وكيف اختلفت عن سابقها هناك اهتمام سياسي متزايد بين المسلمين الأمريكيين في تثبيت هوية والحفاظ عليها والحفاظ على حقوقهم الدستورية التي هددها دونالد ترامب وهدد معها النسيج والمكونات الأمريكية التي جعلت أمريكا في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وترحب بالمواهب وتثري مكانة أمريكا حول العالم التي طالما أبهرت العالم في دموقراطيتها والتنوع البشري والتنوع السياسي هذا كله هدد بسبب سياسات دونالد ترامب والحملات الانتخابية المسعورة التي أذكت شعور الخوف والعداء للآخرين خصوصا ضد الأقليات وهذا سيما تم استغلاله عند الأغلبية البيضاء التي بعد عشرين سنة ستكون أقلية في داخل المجتمع الأمريكي ومن هنا المسلمون وقفوا أمام تحدي كبير الحل الوحيد أمامهم هو المشاركة السياسية الانخراط في العملية الانتخابية واليوم نلحظ أن هناك أرقام تاريخية وغير مسبوقة باهتمام المسلمين في المشاركة بالعملية السياسية فأقول أن لدينا حوالي 116 مسلم يخوضوا أو خاضوا الانتخابات الأمريكية واليوم الثلاثاء يوم الانتخابات هناك 44 مسلم مرشح سواء على مستوى الكونغرس أو على مستوى المجالس البلدية سواء مجلس الشيوخ المحلي أو مجلس النواب المحلي بالإضافة إلى مجلس النواب على مستوى الكونغرس طيب بداية سوف نتحدث تفصيلا عن هذه الأرقام وما هي توقعاتكم لشغل هذه المناصب لكن بداية لو ترينا ورقة الاقتراع الآن أصبح فيها اعتبار للمتحدثين باللغة العربية ويمكن لاحظنا كثيرا أن هناك اهتمام متزايد حتى في هذه الحملة عن عامي 2016 و2014 بالكتلة التصويتية المسلمة الأمريكية هذا الاهتمام هل هو ردة فعل الهجمات المتزايدة على المسلمين على سبيل التعبير؟ نعم المسلمون خاضوا معارك قضائية وسياسية واليوم هم موجودون على الخارطة السياسية اليوم عندما أدليت بالانتخاب وهذا دليل أنني صوت اليوم تفاجأت بسرور أن هناك قصيمة الاقتراع موجود بها اللغة العربية لإرشاد الناخبين وهذا ما يهزت نقل؟ يعني هي الآن اعتراف متزايد قد يكون حصل منذ فترة لكنني اليوم وبسبب الجو النفسي والسياسي لفت انتباهي أن هناك اللغة العربية واحدة من اللغات القليلة بما فيها الإسبانية والكورية واللغة العربية الرئيسية في قصيمة الاقتراع لتسهيل المتحدثين باللغة العربية أو المهاجرين الذين لا يجيدوا اللغة الإنجليزية في كيفية الإدلاء بأصباطهم لو نعود مرة أخرى إلى المناخ العام الذي يسيطر على هذه الانتخابات قبل بضعة أيام الرئيس دونالد ترامب أصدر عدة تغريدات إنجاز التعبير بعض منها يتهم المهاجرين وقواف المهاجرين عبر الحدود وأخرى تتهم بعض المهاجرين بأنهم هم السبب في التوتر أو التباك الحال الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كان الأكثر جدلا هو القانون المتعلق بالموليد موليد الولايات المتحدة الأمريكية وحقوقهم في الحصول على الجنسية بعض هذه القرارات يرى البعض بأنه لا يمكن أصلا الوصول إليها لأنها قوانين محصنة دستوريا فما الداعي من إثارات هذه المواضيع؟ النقطة هي والكلمة الجوهرية هي الإثارة الرئيس دونالد ترامب يشعر أن قاعدته الانتخابية حتى داخل حزب الجمهوري متآكلة وتتآكل يوما بيوم وحاول أن يثير نعرة الغضب والخوف لدى الأغلبية البيضاء وهو تكاثر المهاجرين والمواليد للمهاجرين غير الشرعيين لأنه بحسب الدستور الأمريكي كل من يولد على الولايات المتحدة أو في الأرض الأمريكية بغض النظر عن هوية أو شرعية أو عدم شرعية الوالدين المولود له حق الجنسية وكامل الحقوق الأمريكية وهذا أحد بنود الدستور الأمريكي الرابع عشر والرئيس بجهله بالقانون والدستور الأمريكي حاول أن يدغض عواطف الجهلة من القاعدة الانتخابية وقال سأمنع هذه الخصوصية وهذه ليست خصوصية إنما هذا جزء من الدستور الأمريكي وليس بمقدوره كسلطة تنفيذية الانقضاض على الدستور الأمريكي بحاجة إلى تغيير جدري وتوافق مجتمعي داخل مجلسي النواب والشيوخ بالأغلبية لتغيير الدستور الأمريكي لكنه أراد استخدام الإثارة والخوف لتحريك القاعدة وإرباكهم حتى يذهبوا لصناديق الإقتراع ويثبت وجده داخل الكونغرس لأن الذي على المحاك ليس فقط مصير ترامب السياسي بل هي هوية الولايات المتحدة لأننا على مخترق طرق أمام أمريكا التي تحتوي وتحترم الجميع داخل الولايات المتحدة وخارجها أو دولة عنصرية تحتكم إلى اللون والبشر وليس كفاءات البشر طيب كثر الحديث سيد نهادع حول الحزب الجمهوري وترامب لكن ما هو دور الديمقراطيين أي أجندة قدموا إلى الناخبين هل هناك تأثير أو أسباب حقيقية تدفع المصوت لتصويت الديمقراطيين عدا معارضة ترامب وأجندة لا شك الديمقراطيين عليهم مسؤولية أن يعيدوا البوصلة الأمريكية للاعتماد على الأخلاق وعلى المساواة وعلى القيم التي بنيت عليها الولايات المتحدة وجعلت الولايات المتحدة في مصاف الدول المتقدمة وكأكبر وأقوى دولة في العالم تحتوي وتحترم الديمقراطية الجمهوريين الآن ينحرفوا عن هذه القيم وما يقدمه الديمقراطيون هو إعادة البوصلة الأمريكية حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين احترام التعددية الأمريكية إعادة العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم بناء على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وليس منطق القوة الذي يريد أن يستخدمه دونالد ترامب الديمقراطيون لا يمتاز بالقوة وقوة التنظيم والاعتماد على المبادئ التي تميز بها الحزب الجمهوري لكن الحزب الجمهوري الآن لديه قائد متطرف متهور يعني يحاول أن يضحي بمصلحة الأمريكية حفاظا على مصلحته الشخصية واليوم ونتائج الانتخابات هي ستقرر ماذا يريد المواطن الأمريكي هل يريد أمريكا عنصرية تعيد الملفات وفصول الماضي المؤلمة أم تتقدم للأمام وتضحي بأولئك صناع القرار بما فيهم دونالد ترامب الذي يريد أن يحرق ما قدمته أمريكا لنفسها وللعالم طيب أعود مجددا إلى نقطة الجارية المسلمة هنا ورد اسم منظمة كير في أحد الأعلانات الانتخابية لأحد المرشحين على اعتبارها يعني أعذرني وصما في حد ذاته يعني تم الربط بين أحد المرشحين وبين منظمة كير وقيل بأنه على صلة بكير وكأن الصلة بكير في حد ذاتها وصم كيف تتعاملون مع هكذا إعلانات انتخابية تعرض على ملايين الناخبين الأمريكيين للأسف الشديد الحملات الانتخابية المسعورة التي أنفق عليها أموال طائلة بالمليارات تستخدم العاطفة والتشوية وهذا أيضا ما استخدمه دونالد ترامب لدرجة أنه استخدم العنصرية في أحد الإعلانات التلفزيونية وانسحبت من ذلك شبكة CNN وشبكة NBC وحتى شبكة Fox News وبعض المرشحين الذين يشعروا أنهم سيخسروا الجولة يحاولوا أن يلقوا قنابل من الإشاعة والوهم والتخويف لا تستند إلى الحقائق وربط بعض الاتهامات ببعض المؤسسات أو بعض الخصماء لهم في العملية الانتخابية ينجحوا في بعض الأحيان ويفشلوا في بعض الأحيان الأخرى لكن للأسف مستوى الأداء الأخلاقي السياسي الآن في انهيار ومرشح في سان دياغو في ولاية كاليفورنيا يحاول أن يهزم الخصم الفلسطيني الأمريكي الذي يعتبر شاب متقدم نجار نعم نجار في العملية الانتخابية وكون أن بعض موظفي كير أو داعمي كير يدعم حملته أراد أن يخوف الناخبين الآخرين من ذلك أتمنى أن لا ينجح بذلك نسب إليه زورا بأن والده ينتمي لأحد المنظمات ووصف هذه المنظمات بأنها منظمات إرهابية وما أشبه ذلك وتم تفنيت ذلك في الوقع على منصات أمريكية لكن يعني اليوم هو يوم الانتخابات ويشارف بعض بضع ساعات على النهاية أي تعويل يعول المواطن الأمريكي وحتى المتابع العربي الآن على شاشة الجزيرة مباشر على هذه الانتخابات يعني في أفضل التوقعات سوف يتمكن الديمقراطيون من حصوله على مجلس النواب دون مجلس الشيوخ ربما يثبت الواقع عكس ذلك لكن في حال حصولهم على مجلس النواب كيف سيغير ذلك من الواقع الأمريكي سواء تجاه المسلمين داخليا أو خارجيا أولا أعتقد أن المسلمين في تقدم بغض النظر عن نتائج الانتخابات اليوم ودليل على ذلك شدة وتقدم المسلمين وإقبالهم على ليس فقط العملية الانتخابية بل على الترشح وليس نيابة فقط عن المسلمين إنما نيابة عما تقف وتستند إليه الولايات المتحدة فالتي تخض الانتخابات عن المقاطعة الخامسة في ولاية منسوتا لا تمثل فقط المسلمين بل تمثل كل من يعيش في تلك المقاطعة وتحمل القيم التي تمثل تلك المقاطعة ومن هنا المسلمون الآن في المشهد السياسي يمثل كل ما تمثله أمريكا لنفسها وللعالم فيما لو اختلت الموازين سيفقد دانالد ترامب فيما لو خسر السيطرة على مجلس النواب سيفقد حلقة مهمة في السيطرة على الكونغرس وهذا سيعطي الديمقراطيين قوة بتعطيل أجندته العنصرية وكذلك مساءلته بما فيها إقالته أو تورطه مع الروس في التدخل في الانتخابات 2016 ومحاولة إبطال بعض مشاريع القرار التي استهدفت الأقليات وتستهدف المهاجرين وحتى تحاول أن تلغي برامج الرعاية الصحية خصوصا لأولئك الذين يعانوا من بعض الأمراض وهم مكفولون ومحمون من قبل برنامج الرعاية الصحية هناك قضايا كثيرة على المحاك إن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب سيفقد دانالد ترامب كل هذه العنجهية التي يصوب بها نحو خصومه سواء داخل الولايات المتحدة أو الحلفاء للولايات المتحدة خارج الولايات المتحدة وهذا من طبع ما استكشف عنه الصناديق في خلال الساعات القرية المقبلة وسنتبعه سويا بإذن الله تعالى شكرا جزيلا سيد نهاد عوض رئيس مجلس العلاقة الإسلامية الأمريكية كير والشكر متواصل لكل متابعي النافذة المسائية عبر شاشة الجزيرة مباشر لنا لقاء قريب معكم بعد حوالي نصف الساعة من الآن لنستمر في عرض المشهد الانتخابية الانتخابات النصفية الأمريكية نلقاكم في برنامج هاشتاك بعد قليل لكن هذه هي نهاية نافذة المسائية لهذه الليلة دمتم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء